بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله هذه السلسلة جديدة يعني باش نخترح علي أخويا حميدة باش ن يعني يحب يعرف أنواع المحركات اللي تركب على بعض السيارات يعني تركب على أهدة أنواع من السيارات اخترح عليه باش نعمل موضوع كما هذا نشرح فيه بعض المحركات اللي عندي عليها خبرة ونعرفها وتركب عادي ما غير مشاكل وما غير ما يغير حتى شايف سيارته مش نعني إن شاء الله مش ننلبيل الطلب منتاعها والناس تستفاد كلها ونمشي في السلسلة هذه حسب الاستطاعة وربه يوفقني في ذلك إن شاء الله وطبعا ما تنساش باش تشارك في القناة وتفعل الجرس ويعني وتشجعنا باش تكبر القناة وتسفيد الناس كل أنا اخترت بديت من المحرك هدايا اللي هو 1.9 ديزل هدايا محرك كامبواند ناف ديزل فما منها التيربو فما منها العادي وفما منها المضخة الكترونيك وفما منها المضخة العادية وفما منها يعني يعني شباعي راكدين وفما منها شباعي واقفين يعني موجود في بعض السيارات ونحكي لكم عليها المحرك هدايا ممتاز نعطيكم بسط عليه ممتاز وعاش يعني بالقدال لحد الآن مطلوب لحد الآن يعني معروفة بجدارته ومطلوب ونجح يعني نجاح ممتاز في سيارات الرينو وفي بعض الناس حتى حاولوا يعملوا منها يعني محركات متاع يعني أبار يعني يجبط الماء من البير يعني يركبو له مضخة ويجبط الماء من البير عملوها في بعض العجنات ونقولوا احنا متاع السمان هذه كانت متاع السمان متاع الخلطة متاع البناء عملوا منها في برشة يعني أنواع من السيارات يعني محرك ممتاز جدا حسن ما نتذكر هو أول ما خرجت خرجت في رينو تسعة عشر رينو تسعة عشر هذه السيارة كانت معروفة خرجت يعني في وقت معين هي مع بعض السيارات في جيلها في وقتها رينو تسعة عشر كانت كرهبا منتازة كانت كرهبا يعني جبارة يعني خرجوا فيها المحرك هذا زاد نجحها أكثر خرجوا منها في الأغلبية في الرينو تسعة عشر أظن أول ما بدأ في الرينو تسعة عشر وبعد جربوه في الرينو واحد وعسين الصغيرة اللي هي مش نيفادا نيفادا بعد غيروا المحرك حطوه في الرينو تسعة عشر العادية رينو واحد وعسين العادية وركبوه زاد في في الركس براس رينو اكس براس هيك اللي تشبه للكونجو تشبه للبرتناير والبرلينجو وركبوه في الكونجو كما قلت لكم فيه فما من بوجيات مقفين يعني شماعي وقفين شماعي رقدين وفي منه تربوه في منه العادي ركبوه زادا في الميجان لولا ميجان ا الميجان ا ركبوه زادا كان زادا محرك ممتاز وركبوه في ميجان واحد قبل ما تخرج الميجان اثنين اللي هي كاسكات ولا بيري سموها في الميجان لولا واحد وخرجوه في الترافيق زادا في الانو ترافيق لولا زادا خدم فيها مليح لانو ترافيق لولا وخرجوه في الكليو زادا اللي هي الكلاسيك او الكليو العادية اما في الميجان اثنين ما خرجوش وما ننصحش بشيركبوه في الميجان اثنين لان مهوش كومباتيبلي يعني مهوش مواصفاته ما تمشيش على الهيكل متاع السيارة متاع الميجان اثنين حتى ولا وفهم ما ناس ركبوه وقاعدوا يعانوا في مشاكل متاع المحرك هذية يعني السيارة اللي قلت عليهم كل هضما اللي اذكرتم أنا كل هضما يركب عليهم بسهولة يعني يركب هو ويركب بالبوات متاع كامل ما فيش حتى مشكل فقط انه في الكليو في بعض السيارات البوات هذه ما تركبش لانا فهموا بوات اخرى عندها سيبور كبير مثلث كبير وعندها بلاست سيبور نقول احنا سيبور متاع البيلا سيبور من لطة ثمانية سيبور ويت سمه يركب من لطة لانا البوات هذه السرعة هذه مفيها سيبور هذا ما يركب شارعه والاخرى فيها مثلث كبير وهذا يأتي وقف ما يأتي من تكي مستوي من الغلبية هذه الفرق ما بينات وعليش يركبش على كليو في كليو يجب على البوات المتاع اذا كان عنده بوات فيها اخت هذه اللي هي الديمرير الكبير ليس متاع البنزينة متاع لسونسرا على جميع انواع الرينو صفة عام الاغلبية كلهم يعني تركب عليهم هذي اللي ما يعرف اللي البوات اللي فيها روى كل كل البوات او علبة سرعة فيها بل في تبخير اللي هو رينفلير هذا رينفلير مثلا رينفلير لان البوات في الزيت يتحرك يعمل رغوة يجب يتنفس طو ما صلحوا معاش فم رغوة يعني غيروا التركيبة متاع ولا معاش عمل رغوة ولا يعني اما هذي يجب تكون موجودة يعني اي بوات تجا فيها هذي الساموار رينفلير حتى ما فيهش لقطة هذية المهم تكون مسدودة برك هي عملها لقطة هذية عملها بشك تغسل المحرك ولا فما ما ينزل مهناء ميدخل للعلبة السرعة هذي عمله لقطة هذية بشتنفس منه هذية هذية نقطة يجي هذية هذية عربة السرعة طبعا هنا عملنا فيها في النالواء الأخرى يركب حساس هنا متاع الديمارر الكابتير هذية فيها باستي اللي هي ساعدت تنقبل طوال تخرج الماء طبعا محرك هذية الفورشات متاع المرياج متاع 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 هذية هنا عنا مكان عدد السرعة حساس عدد السرعة فما يجي كابل وحساس هنا الديمارر بتاع نادميسيون والشاكمون وعنا الديمارر هو السارتر لأن يشغل منه السيارة هنا هذا من مضخط الديزل هذية هذية سموها روتو سيا في ميش بوش هذية حديث نوفو موديل سمو هذية فيها رجالة ادرانتي وفيها يعني يعني السارتر هذية بالماء سموه هنا جي الترمساء فيها كابل يمشي حتى هنا فما هنا السارتر هذية نجم تعدل فيه زي من حب انت تعدل الارانوطية المحرك هنا في الاربي سموها يعني نجم عدل من هنا من هنا عنده عدة اشياء هذه مضخة عادية ما فيهاش اشكالية مش مش صعيبة هنا بل في التبخير هنا اثنين لانا احيانا يخرج الزيت من هنا يرجع من هنا هذية مكان الفيتر من الزيت ومكان مبرد الزيت المبرد الماء في الزيت مع الزيت هنا هذا المولد بتاع الدينامو الدينامو وهنا هنا الجوز من الزيت اللي هو مرخيص الزيت هنا مضخة سكاتولا او مضخة اليدروليك اللي بتشغل الكريمياء هذية ما قدتكم فيها يعني بل في التبخير فيه اثنين هنا عنا مكان الترمس هذي الشمعات هذي الانجكتورات البخاخات هذي الشمعات هذي عنا هذية اللي قدتكم عليه الكابل متاع السارتير اوتوماتيك هذي الوجه متاع المحرك الوجه المحرك هذي ما هنا فيه السبتة او الكاتينة او السلسة او الكروات شان هذي مفوق هذا كيفيف الكروات شان هنا هذا مكان صب الزيت المحرك هذا هذي الوجه المحرك المحرك فيه مضخة الماء فيها مضخة الدراوليك اللي هي كلمير بومبا سي 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 سموها هنا عنا الترنتير او مولد الكهرباء مضخة الماء والبولية هذي الموتور اللي بشدوره ما دم كلهم هذي السبت المتاح هذي بعض المكونات المحرك هذي مضخة الماء سهل تغييرها مضخة مضخة الماء مضخة المحرك والكاتينة فقط تغيير المضخة الماء والبومبا هو أحد هذي مضخة الماء ومضخة مضخة 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 الدراوليك هذي كلها سهل على مضخة مضخة طبعا البوات كيف نجم تغيرها وحدها حتى راكب السيارة لأنه عندك ساعة شوية هذا المحرك يعني أعطيتكم عليه بسطة وإن شاء الله نكون أفدتكم بالموضوع لأن محرك هذي يستهل الواحد بشي يشرح عليه لأنه محرك ممتاز ومحرك يعني نجح وكان في المستوى لحد الآن هو مطلوب لحد الآن هو شغال على جميع السيارات التي تتكلم لكم باختصار رينو 19 رينو 21 رينو إكسبرس ميجان واحدة رينو كونجو رينو ترافيق ورينو كليو هؤلما السيارات اللي يركب عليها بسهولة تامة ومفيش حتى أشكالية إن شاء الله تنفعكم حالة كما هيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته